لمزيد من المتابعين ينضم لنا من تونس بلال مبروك مراسل الغد إذن بلال دعني أبدأ معك من الاجتماع الذي قام بها السيد قيس سعيد في قصر قرطاج مع رئيس الحكومة المكلفة المشيشي ما أهم ما خرجبه هل هناك معلومات تم نشرها بعد هذا الاجتماع لا توجد معلومات أخرى في الحقيقة والأكثر مما ذكرت زميلي في الخبر هو ربما لقاء ترتيب لقاء أخير قبل المرور للتصويت غدا في الجلسة المرتقبة والمنتظرة لتصويت الحكومة المشيشي وفق بلاغ رئيسة التونسية يعني لقاء تضمن ربما الوقوف على الوضع الأمني الحالي هناك تحديات أمنية حالية بطبيعة الحال والسيد الشامشيشي مازال يمارس صلاحياته كوزير الداخلية نتحدث جيدا عن تفشي لبعض الجرام الحق العام هنا في تونس وهذا الموضوع بذات استبدأ بأشارع التونسي هناك عملية سلب وبعض الجرام ربما المحدودة خاصة في العاصمة التونسية إلى ذلك المستوى السياسي كما ذكرت ربما هناك تأكيد على دقة المرحلة وربما أهمية أن تكون هذه الحكومة إذا ممرت حكومة قوية خاصة على المستوى الاقتصادي ولكن تم الإعلان عن لقاء لرئيس الجمهورية مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان هذا اللقاء ربما يدور حاليا بين الرئيس قيس سعيد ورشد غنوشي رئيس حزب حركة النهضة ورئيس حزب تحية تونس يوسف الشاهد وأيضا الأمين العام للطير الديمقراطي محمد الحامدي ورئيس حزب حركة الشعب زهير المغزاوي ربما هذا آخر لقاء قبل الجلسة فالحقيقة لم ترشح حتى اللحظة عن أسباب ومسببات هذا اللقاء طيب بلال دعنا نذهب إلى موضوع آخر أيضا وتصريح هذا اللقاء يستثن نبيل قروي الرئيس نذهب إلى تصريح آخر قاله السيد قيس سعيد الرئيس التونسي قال لابد من استخدام اليقظة واستخدام كل السبل المتاحة لتأمين الحدود البرية والبحرية فيما يتعلق بتونس لماذا جاء هذا التصريح في هذا التوقيت ما الذي يرمي إليه الرئيس التونسي ربما واضح كلام الرئيس التونسي عندما يتحدث عن اليقظة فيما يتعلق بالحدود البرية والبحرية نعلم جيد أن في الآوين الأخيرة هناك تفشي أو تسارع ربما في نسق الهجرة غير الشرعية والهجرة غير النظامية كما يسترح عليه هنا في تونس من تونس إلى إيطاليا عبر السواحل رئيس سعيد ربما قبل أسبوعين أو أكثر بقليل قال أن هناك أطراف سياسية بعينها وراء تفشي هذه الظاهرة واستقبل مسؤولين إيطاليين باريزين من ضمنهم وزير الخارجية ووزيرة الداخلية الإيطالية وبالتالي ربما يتحدث عن هذا الموضوع بالذات وليم زيد من اليقظة فيما يتعلق بالحدود البرية نعلم جيدا أن ليبيا على الرغم ربما من بعض الحلحلة النسبية هناك ولكن تبقى المحاذير وتبقى الأختار تطل برأسها من حين إلى آخر ربما الرئيس يقصد ضرورة الحذر هناك في الجنوب الشرقي التونسي يعني الحدود التونسية الليبية من بعض المفاجآت التي قد تكون من قبل نعم يا بلال ربما كتسلل بعض الإرهابيين أو تسلل بعض المجموعات التي قد تبث البلبلة في تلك الحدود وبالتالي الأمن القومي التونسي وهو المشرف الأول على الأمن القومي التونسي في سعيد دائما في كل مرة يحاول التجديد على هذه المخاطر وخاصة الخطر الأكثر هو الخطر في الجنوب الشرقي المتاخم لليبيا نعم أشكرك بلال مبروك مرسل غد كنت معنا من تونس على كل هذه المعروبات مرسل غد كنت معنا من تونسي